هذا وقد عرض وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت خلال مباحثاته في واشنطن خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن خطة جالانت تتضمن تقسيم قطاع غزة إلى 24 منطقة إدارية كما اقترح جالانت تشكيل قوة شبيهة بحماس في شمال غزة تتولى توزيع المساعدات وتضمنت خطة جالانت أيضاً تشكيل لجنة تشرف على عملية انتقال السلطة في غزة برئاسة الولايات المتحدة ودول عربية وفقاً للصحيفة إضافة لإنشاء قوة دولية تضم قوات من دول عربية للإشراف على الأمن مع توفير القوات الأمريكية القيادة والسيطرة والخدمات اللوجستية من خارج غزة حتى تولي قوة فلسطينية مسؤولية الأمن بشكل تدريجي ونقلت الصحيفة أن واشنطن تؤيد خطة جالانت لكنها اعتبرت أن الدول العربية لن توافق عليه ما لم تشارك السلطة الفلسطينية بشكل مباشر تمهيداً للوصول نحو إقامة دولة فلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر